موقع حصص أونلاين نضع العلم بين يديك الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم طلاب وطالبات العلم الفخمين الأكابر المحترمين الله يسعدكم يا رب ويفتح عليكم ويوفقكم وصلنا عندي درس التكامل بالكسور الجزئية هذا الدرس لطيف وظريف وخفيف يعني مش تقيلة يعني خفيف الدرس أستاذ ما أنت كل الدروس بتحكي عنها ظريف ولطيف وخفيف طيب شو أحكي لكم يعني يعني أحكي لكم هذا الدرس صعب مش لح تفهموا إن شاء الله مع بعض مع بعض كل الدروس ظريفة وخفيفة ولطيفة وجميلة ورب يوفقكم ويسعدكم ويعلي مراتبكم وينولكم كل أحلامكم طيب يا أستاذ التكامل بالكسور الجزئية بداية قبل ما نبلش في الدرس منحب نوجه أنا بحب أوجه يعني تحية وشكر ودعاء لحبيبنا ابننا أخونا معاذ التميمي على مجهود المتواصل في الدعم المستمر وفي خدمة الطلاب الله يحفظك يا رب يا معاذ ويوفقك ويفتح عليك وهذا أقل واجب وأقل شيء بنقدم لك إياه الله يحفظك يا رب طيب حبيبنا جهزين أموركم معنوياتكم يا جماعة المعنوية الكويسة يعني دايما خلي معنوياتك مرتفعة خلي دايما معنوياتك مرتفعة حتى لو متأخر في الدراسة حتى لو مش دارس حتى لو متراكم عليك أشياء طرى النفسية الكئيبة الحزينة مش هتساعدك إنك تنجز فأنت دايما أولا ارفع نفسيتك ارفع همتك عادي كل الأمور تمام كل الأمور كويسة كل الأمور تحت السيطرة وبليش اشتغل هيك النفسية الكويسة بتساعدك الاكتقاب مش هيساعدك والنشاط بيولد نشاط والكسل بيولد كسل والإنسان المكتقب لما يعني دايما بتتواصل وياه بيزيد اكتقابك والإنسان اللي دايما متفائل بتتواصل وياه بيزيدك تفائل وبيرفع همتك ايش طولت عليكم طيب مش هحكي كتير خلاص صلوا عن نبي صلتوا عن نبي يا جماعة اللهم صلى الله عليه وسلم يعني خلاص نحكي بسم الله تفضل يا أستاذ احكي بسم الله وبلش في الدرس طيب ماشي خلاص أنا أسف على التطوير أنا أسف أسف حقكو علي بسم الله هذا السؤال تكامل اتنين على سين تربيع ناقص أربعة دلسي والدرس اسمه تكامل بالكسور الجزئية هذا الدرس كان بالأول الثانو على فكرة أول الثانو كان فيه درس اسمه تجزئة الكسور كيف أجزئ الكسر فإحنا هنستعمل تجزئة الكسر هون أستاذ شو أول ثانو أول ثانو واحد الله متخافوش منتو عارفين هحكي لكم كل شي يعني كأنكم مش عارفين اشي طيب تجزئة الكسور إمتى يا أستاذ هنعمل تجزئة للكسر إمتى كيف أعرف أن هذا السؤال هعمل تجزئة للكسر هقول لك يا سيد العزيز هنعمل تجزئة للكسر إذا كان إذا كان إيش يا أستاذ إذا كان البسط البسط ما هو البسط البسط يعني اللي فوق البسط ما هو يكون يكون البسط إما ها ثابت أو خطي طب ماشي عارفنا البسط يا أستاذ زي هذا يثابت طب المقام والمقام والمقام ما له المقام يا أستاذ المقام يا جماعة يكون تربيعي إيش يعني تربيعي يا أستاذ تربيعي يا جماعة يعني درجة تانية ما لكم تربيعي طب أي تربيع يا أستاذ لا مش أي تربيع طبعا تربيعي يحلل إلى خطي ضرب خطي ومش زي بعض يعني يا استاذ تربيعي ها تنجيب لون كمان عشان نلون هيك عشان تلوين حلو تربيعي يحلل ايش يحلل يا استاذ الى الى ايش الى قوسين هذا بيكون خطي وهذا بيكون خطي قوسين مختلفين ها قوسين ما لهم مختلفين طيب ماشي يا استاذ اذا نلخص وحنا الحقنا نحكي عشان نلخص البسط ثابت او خطي والمقام تربيعي يحلل الى قوسين مختلفين خط بخطي ويكونوا مختلفين قوسين مختلفين ماشي الحال يا استاذ قوسين مختلفين طب بسرعة هيك كمان برضو بسرعة البسط ثابت او خطي ثابت معروف شي يعني يعني اتنين اه سلب تلات اه خمسة واحد اه سلب سبعة تسعة اه جذر خمسة اه جذر تلات اه نص ايش هذا كله ايش ثابت او خطي شو يعني خطي يعني عصورة الف سين زائد بق ايش يعني عصورة الف سين زائد بق يعني مثلا اتنين سين زائد اربعة تلاتة سين ناقص ستة واحد ناقص سين اربع ناقص اتنين سين سين ع تلات زائد خمسة هذا كله خطي يجي معك هذا كله ايش خطي اه جذر اتنين سين زائد واحد سين لحالها ماشي اربع سين هذا كله خطي ثابت او خطي هذا كله هذا ثابت وهذا خطي هذا نوع البسط والمقام تربيعي يحلل الى خطي بخطي قوصين مختلفين زي ايش يعني مثلا يعني مثلا زي سين تربيع ناقص سين ناقص ستة هذا لما تحلله بطلع سين ناقص ثلاث سين زائد اتنين مثلا سين تربيع ناقص اربعة اه ها سين ناقص اتنين زي هذا السؤال سين زائد اتنين ماشي اه تسعة ناقص سين تربيع تسعة ناقص سين تربيع اللي هو تلاتة ناقص سين. تلاتة زائد سين. طب ماشي. سين تربيع آآ زائد اتنين سين. هذا عامل مشترك. خد سين عامل مشترك. هيضل عندك سين زائد اتنين. آآ استاذ هادا قوص واحد. لا حبيبي هادا قوصين. هيو. سين بسين زائد اتنين. هيو خطي خطي. هذا تربيع خطي خطي. ماشي الحال. كمان امثلة. حلوين هادول استاذ بيكفه. طيب ماشي. لو انا كتبت لك الان. سين. ناقص اتنين. جذر سين. آآ ناقص تلات. هتقول لي لا 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 لا. لا يا استاذ هذا لا. هذا مش تربيع يا. هذا في جذر. بزبطش. ما بزبط. لو انا كتبت لك هيك. سين تربيع. ناقص. آآ ستة سين زائد تسعة. حلل هيك اشوف. آآ سين. سين. ناقص ناقص. آآ تلات بتلات. استاذ هذا صار سين ناقص تلات بسين ناقص تلات. يعني سين ناقص تلات تربيع. لا. ما بزبط. بزبطش. لازم يا عمي يا حبيبي يا قلبي. آآ زي ما حكيت لك. المقام يكون تربيع. يحلل الى خطي خطي مختلفين. يعني هذا ماشي. هذا برضو ماشي. هذا محترم. هذا اكابر بالناس. هذا لا. هذا اصلا مش تربيعي. هذا مش تربيعي. هذا فيه جذر هيو. مش تربيعي. طب آآ سين تربيع ناقص ستة سين زائد تسعة. هيو تربيعي. بس القصين. لا هذا مربع كامل. لا ما بزبط معنا بربو. ما بزبط. ما بزبط. ما بزبط. آآ طب ايه طريقة هادا يا استاذ? آآ ايه طريقة طبعا هيجينا. والباسط زي ما حكينا هادا ثابت 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 ثابت. آآ وهاد ايش? خطي. ثابت وايش? وخطي. ثابت وخطي. ماشي يا جماعة المقدمة هاي? مستاذ شوها البرمات? انت هصير شكلك بتصير تحكي كتير. لا والله بس هيك حبيت المقدمة انا احكيلكو اياها. خلص هاي المقدمة. اللي بدو يكتب المقدمة هاي يكتب. حر يكتب انت بحر هاي المقدمة هاي هيك ترجمة للكلام هاد. اوحي هادا كله هسا. هاي مقدمة هيك يعني حبيت اوضحي لكو اوضحي لكو اياها. اذا لما اه تشوف هذا الكلام عندك لما تشوف السؤال في البسط ثابت او خطي والمقام تربيعي ممكن يتحلل لقوسين مختلفين هنجزئ الكسر. طبعا نشوف. هذا الكلام بينطبق على هادا السؤال. يا سيدي العزيز. اه هاد هاد ثابت. كويس. وهاد سين تربيعي نقص اربعة اه بتحلل. سين نقص اتنين بسين زائد اتنين. اذا هون هنجزئ الكسر. نجزئ. بتجزئ الكسر. هاي يا سيدي العزيز. بتحط تكامل. شوف. تكامل. كسر. زائد كسر. وهي ده السين. حلل هاد. هاي سين نقص اتنين. وهون سين زائد اتنين. بس ضل تعرف لي العدد اللي هون. واللهون. جميل. كيف هاي بدك تسويها يا استاذ? طول بالك. هسوي لك اياه. ابشر ابشر. هات تحكي لك الطريق. اتنين. شوفوا يا جماعة. صلوا عالنبي عشان ايش? نسويه. روج روج وركز. اتنين على سين تربيع ماقص اربعة. هتصير كالتالي. دايما هيك. الف زائد. دايما زائد. باق. سين تربيع نقص اربعة. اللي هو سين نقص اتنين. سين زائد اتنين. اللي انا كتبه هون هاي. سين نقص اتنين. سين زائد اتنين. هون الفهم بقى. اللي هو المفروض ينحطه. ينحطه هون. طب و بعدين. هعمل خطوة. الخطوة اللي بدي اسويها هاي. هنختصرها فيما بعد عشان نوفر وقت. كيف? هنرد نوحد المقامات. يعني هيصير عندك هون اتنين. على سين تربيع نقص اربعة. توحيد المقامات هون. هصير هاي مع هاي. سين نقص اتنين. سين زائد اتنين. بعد ما حدنا المقامات. مفروض هاي بتروح هون وهون. يعني الف. في سين زائد اتنين. زائد باق. في سين نقص اتنين. هاي توحيد مقامات. والخطوة هاي فيما بعد مش هنعملها. ليش يا استاذ? كيف راح تسوي? هاخد بس من هون البسط. اللي هو اللي اتنين. يساوي. هاي اللي راح نعملها دايما. هاي مش راح عاملها. بس انا برجيكم. هون توحيد مقامات. المفروض سين زائد اتنين هاي دربطها هون وهون. يعني الف في سين زائد اتنين. وسين نقص اتنين هاي دربطها هون. سين نقص اتنين. سين نقص اتنين. بقى بسين نقص اتنين. والمقام الموحد سين نقص 2 بسين زيادة 2 فهاخد أنا البسط مع البسط اللي هو ألفssين زيادة 2 ألف بسين زيادة 2 زائد باء بسين نقص 2 وهو المقام لنفس المقام معناته البسط يسوي البسط هاي الخطوة مش هعمل فهنا دايما هاخد اللي 2 هاي هاخد ألف هاي ألف هضربها باللي هون زائد باء هضربها إيش الجهة التانية دايما هسوي الخطوة هاي مباشرة يا جماعة فيش داعي نحن ايش نعمل الخطوة اللي في النص عشان نوفر نوفر وقت طب يا استاذ كيف هنطلع الالف والباء هنعوض صفر القوس الاول هنصفر القوس الاول طب القوس الاول هذا كيف بصفر سين زائد اتنين يساو صفر هذا صفر القوس هاد شو صفر القوس هاد سين زائد اتنين يساو صفر يعني سين هتساوي سالب اتنين حلو عوض صين الان بسالب اتنين هيضل عندي هون اتنين هتساوي لما نعوض هون سالب اتنين سالب اتنين زائد اتنين صفر هيروح هنعوض هون سالب اتنين سالب اتنين سالب اتنين سالب اربع باء سالب اربع باء على سالب اربع على سالب اربع على سالب اربع على سالب اربع راحت فباء هتساوي سالب 2 على 4 ساعة بنص خدنا صفر القوس الأول هسه بناخد صفر القوس الثاني سين نقص 2 لما تسويها بصفر هيطلع معاك سين تساوي 2 هتعود سين ب2 طبعا هيروح القوس هاد هيصير عندك 2 يساوي 2 زائد 2 4000 على 4 على 4 يعني 1000 هتساوي 2 على 4 لها نص طبعا انت ممكن تختصر الخطوات هاية يعني اللي بيعمل خطوات هاي في مخه بس تتعود عليها طبعا بس تحل له هذا الدرس طبعا وتتعود عليها لتحل لك 30 سؤال ولا 10 10 اسئلة 5 6 اسئلة صار تتعود عليه صار تعمل خطوات هاي بمخهك كيف يعني يستاذ اعملها بمخه يعني سين زائد 2 صفر القوس هاد سالب 2 سالب 2 time 2 سالب 4 بقى تساوي 2 يعني بقى تساوي سالب نص صفر القس هات سينو ساو اتنين اتنين زال اتنين اربع اربع الف ساو اتنين الف تساو نص بتعملها بمخك او عمهلك مش تخد معك دقيقة يعني مش هتفرق كتير فطلع عندي الف ساو نص هنروح هالسؤال هنحطه هون الف نص وباق طلعت عندي سالب نص باق طلعت عندي ايش سالب نص هذا الكسر هيك جزقنا الان هذا الكسر بعد ما تجزق لو عملتلو توحيد مقامات هيرجع زي مكان لو عملتو توحيد مقامات هيرجع ايش زي مكان هاي طريقة تجزيئات الكسر اعيدها يا جماعة يريت يا استاذ عالسريع حاضر هعيدها عالسريع هعيد يا استاذ ما تضيعيش وقت معلش معلش طولوا بالكو علي يا جماعة اول سؤال ما انتو عارفين بياخد معنا وقت دايما ها اول سؤال طولوا بالكو علي في اول سؤال دايما طولوا بالكو في اول سؤال بس اول سؤال بعدين احنا بننطلق مع بعض ها صلوا عالنبي هيك عشان ندمكو يروق ونتبع مع بعض حكينا متى هنجزق البسط عندي ثابت والمقام تربيعي يحلل اه هذا فرق بما ربعين سين نقص تنين سين زي تنين اذا هنجزع فهنعمل هيك تكامل هذا هيصير هيك كسر زائد كسر وهيدا لسين ها تحليله سين نقص اتنين سين زائد اتنين بس ضل علي اعرف هون قديش العدد اللي هون والعدد اللي هون اللي هم الف وباع فهنروح عجنب هكتب اتنين على سين تربيع نقص اربعة هتساوي دايما الف دايما زائد باع وهون سين نقص اتنين سين زائد اتنين جميل هاخد البسط اللي هو اتنين اتفقنا في خطوة في النص هنسيبنا منها الف بسين زائد اتنين الف بسين زائد اتنين زائد باع بسين نقص اتنين حيلا كد بنطلع عالف وباع باخد صفر القص الاول سين زائد اتنين شو صفر القص الاول سالب اتنين هعوض سين سالب اتنين ماشي سين زائد اتنين يعني سين تساوي سين تساوي سالب اتنين لما تعود سين سالب اتنين هذا بيصفر هتصير سالب اتنين سالب اتنين سالب اربعة بقى تساوي اتنين اتنين يساوي سالب اربعة بقى على سالب اربعة على سالب اربعة هتطلع بقى تساوي سالب نص طيب هاخد صفر القصها صفر القصها تسين يساوي اتنين هذا القص بيصفر اتنين زاد اتنين اربعة الاف اربعة الاف برضو تساوي اتنين فالف هتساوي نص إذن الف نص وباء سالب نص خلاص جميل ارجع الآن للسؤال خلاص هيك جزقنا هيك الأمور صارت تمام بعد التجزئة انتوا عارفين انه ثابت على خطي باخد المعامل مع المعامل طب هون نص الثابت مع معامل سين الثابت مع معامل سين نص معامل سين واحد يعني هتضلها نص والجواب طبعا إيش لغة رتم المقام سين ناقص 3 وهن زائد هم الثابت ومعامل سين واحد معناته الثابت سالب نص ولغة رتم المقام سين زائد 2 وفي الآخر طبعا زائد إيش زائد جي هايخلص السؤال والتجزئة تجزئة بيطلع جوابها طبعا لغة ماد في النهاية لازم هيطلع معنا لغة ماد ثابت على خطي الثابت مع معامل سين لغة رتم المقام ثابت على خطي الثابت مع معامل سين لغة رتم ايش المقام طبعا مو جمع سالب تحطها ايش سالب هيك الامور تمام هيجزئنا السؤال هذا اول سؤال وهذا المبدأ اللي حنشتغل عليه في تجزئة الكسور اللي هو إذا كان البسط ثابت أو خطي والمقام تربيعي يحلل إلى خطي بخطي مختلفين هنجزئ وهاي طريقة التجزئة هذا السؤال الأول اللي حاب يكتب وظبط يرتب هاي اتفضل واسمحولي الآن أكتب السؤال رقم رقم اثنين اللهم صلى سين محمد خلصنا من سؤال واحد الحمد لله سؤال رقم سؤال رقم اثنين برضو يا أستاذ سؤال رقم اثنين خلنا نشوف شو بدك تسوي فيه حكينا احنا مبدأ التجزئة هاي عندي برضو فوق هذا ثابت واللي تحت هاي تربيعي وهذا التربيعي هيتحلل تعال نشوف هيتحلل ولا لا هم يتحلل أستاذ هاي عبارة تربعية سهلة جدا اللي هو هاي صرته كامل كسر زائد كسر دالسين هاي عبارة تربعية حلل سين تربيع سين سين سالب وهم برضو سالب والتلات هتصر تلاتة تلاتة بواحد بس بدنا طبعا ايش تعرف اللي الالف والباق طيب ماشي هات هناك نروح هناك نجزئ هات تنجزئ طيب عندك خمسة خمسة على سين تربيع ناقص اربع سين زائد تلات اللي هي بتساوي الف على زائد با على القوس الاول اللي هو سين ناقص تلات والقوس التاني سين ناقص واحد استاذ سؤال سريع لو عكست القوسين هدول في مشكلة لا لو عكست الالف والباق كتبت باق وبعدين��요 في مشكلة برضو لا ماشي ما فيش مشكلة في الكلام هذا كله طيب استاذ انت حكيت الباست اللي هو خمسة هاي يساوي الف سين ناقص واحد الف في سين ناقص واحد زائد با سين ناقص تلات صفر القوس الاولاني سين ناقص واحد هتعطين سين يساوي واحد واحد نقص ثلاث سالب اتنين با يساوي خمسة. سالب اتنين با يساوي خمسة معناته با هتساوي سالب خمسة على اتنين. صفر القوس التاني سين نقص ثلاث معناته سين يساوي تلات. تلات نقص واحد اتنين اتنين الف يساوي خمسة. اتنين الف يساوي خمسة معناته الف هتساوي خمسة على اتنين. شو عملت على السريع يا استاذ? خط صفر القوس الاول. شو صفر القوس الاول? سين نقص واحد واحد. واحد نقص ثلاث سالب 2 بق تساوي 5 سالب 2 بق تساوي 5 على سالب 2 سالب 5 على 2 صفر القوص الثاني سين نقص ثلاث تعني 3 3 نقص واحد اتنين 2 ألف تساوي 5 2 ألف تساوي 5 ألف ساوي 5 على 2 أستاذ سؤال برضو سريع دايما الألف والبق زي بعضوا مقتلفين في الإشارة لا طبعا ملهاش داخل ملهاش داخل معناته طلع عندي الألف 5 على 2 والبق سالب 5 على 2 وبما إن هذا ثابت وخطي ثابت وخطي إذن الجواب لغة رتم الثابت على معامل سين معامل سين 1 نسمحينك يا أستاذ معناته 5 على 2 الجواب 5 على 2 لغة رتم المقام اللي هو سين ناقص 3 مطلق وهون سالب 5 على 2 على 1 إنسى الواحد معناته هاي سالب 5 على 2 على السريع لغة رتم برضو المقام اللي هو سين ناقص 1 ولا تنسى في الآخر تحط إيش زائد زائد ج سهل يعني عزيزي هاي سؤال رقم سؤال رقم 2 إش رأيكم 3 يلا 3 3 يلا 3 ماشي جاهز كاللوني أمحي وأكتب 3 اللهم صلى سين محمد سؤال رقم 3 طيب سؤال رقم 3 برضو البسط عبارة عن ثابت والمقام تربيعي طيب هيتحلل هذا المقام معي طبعا هيتحلل مبين عليه عبارة تربعية سهلة تعال نشوف هاي صار تكامل هاي كسر زائد كسر وهاي الدال سين وعندك هون هاي عبارة تربعية التحقوه سين السين تربيع سين سين الإشارة الأولى تنزل وسالب مع سالب موجب عددين حصل ضربه مع شرور فرق بينهم ثلاثة خمسة باتنين طبعا احترم لكبير واجب إذن هون ضل عندي ألف وضل عندي إيش باق طلع لي ألف وطلع لي باق هاي بدي هون ألف وبيدي هون باق نحن هتروح جزئ روح جزئ عالسريع هيصير عندي هون سبعة على سين تربيع ناقص ثلاثة سين ناقص عشرة بتساوي ألف زائد باق القص الأولاني سين ناقص خمسة القص التاني سين زائد اتنين واحد يقول لي أستاذ منع السريع بسويها باخد عطول من هون بينا هاي هالسبعة بكتب سبعة يساوي ألف فهاد وبا فهاد وخلاص من هون فيجد على الخطو هاي يا سيدة حر بدك تسويها بسرعة سويها أنا مش زعلان هون السبعة يساوي ألف فسين زائد اتنين ألف فسين زائد اتنين زائد باق سين ناقص خمسة صفر القص الأول سالب اتنين سالب اتنين زائد اتنين هتصفر القص الأول سالب اتنين سالب اتنين سالب خمسة سالب سبعة باق سالب سبعة باق بتساوي سبعة متهيأة لباق هتساوي سالب واحد صفر القوس الثاني اللي هو سين يساوي خمسة هيصفر هاد خمسة زائد اتنين سبعة ألف يساوي سبعة سبعة ألف يساوي سبعة ألف يساوي واحد تمام عبيلي محل الألف والباق هناك الألف واحد والباق سالب واحد الألف واحد والباق سالب واحد خلاص هسه صارت لغة رتمات واحد على سين نقص خمسة على طول لغة رتم مطلق سين ناقص خمسة هون سالب واحد هتصير سالب لغة رتم مطلق سين زائد اثنين وهون زائد ايش زائد جي أستاذ مش لغة رتم ناقص لغة رتم ممكن يصير لغة رتم قسمة مش ممكن يصير لغة رتم قسمة ممكن يصير لغة رتم قسمة بس هاي الجواب خلاص طلع طلع معنا ماشي سؤال رقم ثلاث يلا أربعة أربعة يا جماعة أربعة حل أربعة تحتها ماشي مستعد حل أربعة تحتها ماشي هات أربعة يا أستاذون هاي هنحل رقم رقم كام أربعة هاتي سيدي رقم رقم أربعة اللي هي تكامل فوق البسط اللي هو سين ناقص 13 والمقام اتنين سين تربيع ماقص سبعة سين زائد ثلاث وهون دالسين هادا بنطبق عليه الشروط ها بنطبق عليه الشروط البسط هادا خطي طب والمقام تربيعي كيف تحليله هادا يا أستاذ فاكرين السين تربيع ماها عدد هون هيغلبنا هاد خنا نحلله عراحتنا يا أستاذ وبعدين نكتب الخطوة اللي بعديها اللي هي المفروض تكامل هاي الكسر الأولاني زائد الكسر التاني وهون دالسين وهاي عبارة تربعية تحليلها تنين سين تربيع نقص سبعة سين زائد ثلاث تعا نرجع بالذاكرة يا جماعة على أيام زمان كيف كنا نحللها هاي فاكرين ولا لا اتعا نفتكر مع بعض يا أستاذ هادا اتنين سين تربيع نفتكر مع بعض اتنين سين تربيع نقص سبعة سين زائد ثلاث شو كنا نعمل أضرب المعامل مع الثابت بصير عندك سين تربيع ناقص سبعة سين زائد اتنين بتلات ست وبعدين بنحللها سين تربيع سين سين السالب تنزل وسالب معموجة ببعطيني سالب عددين حاصل ضربوهم ستة ومجموعهم سبعة ستة بواحد طيب حللت بعدين بترد الآن تقسم على الاتنين اللي انت ضربتها في البداية اذا هون عتنين هون عتنين ستة عتنين تلات بتصير سين ناقص ثلاث طب هون واحد عتنين ما بتختصر ترجع اللي اتنين مع السين هتصير اتنين سين ناقص واحد فاكرينها يا جمعة الخطوات هاي اضرب هيكت رقم واحد بعدين هون اتنين حلل وبعدين رقم ثلاثة كنا نحكي فيها رقم ثلاثة قسم بسط رجع المقام لسين قسم ستة عتنين تلاتة خلاص سين ناقص ثلاثة هون ما فيش تقسيم ولا تبسيط بترجع المقام هذا المين لسين اتنين سين ناقص واحد اذا هون صار عندي سين ناقص ثلاثة وايش واتنين سين ناقص واحد واتنين سين ناقص واحد تمام الخطوة هاي هيحللتلكو يا زي ايام زمان طيب يا استاذ الله يرضى عنك يا ربو وفق وإياكم ان شاء الله الله يرضى عنك انتو كمان انا بدي امحي هذا طبعا عشان نجزئ هون عشان نجزئ هون سمحوني يعني بدي امحي امحي هذا التحليل اللي بدي يكتبه يكتبه عشان نجزئ طيب بدي اجزئ الآن ليش بديك تجزئ عشان نعرف الف وباء بدي اعرف هون الف وعرف باء طيب ماشي اعرف لنا الف وباء تعال يا الف تعال يا باء وين القلم الاسود اللي بنجزئ فيه تعال خليكنتو هون شوية يلا عندي اللي هو سين نقص 13 سين نقص 13 على اتنين سين تربيع نقص 7 سين زائد 3 بتساوي اكيد الف زائد الف زائد باء القوص الاولاني سين نقص 3 والقوص التاني اتنين سين نقص واحد اتنين سين نقص واحد هاخد البسط اللي هو سين ماقص 13 يساوي الف في اتنين سين نقص واحد الف في اتنين سين نقص واحد زائد باء في سين نقص 3 سين نقص 3 عم اهلنا صفر القوص الاول اتنين سين نقص واحد ساوي صفر اطلع سيني ساوي نص سيني ساوي نص ليش هيك الارقام هاي استاذ الحمد لله طيب نص نقص 3 هاي قصة هسه نص نقص 3 هاي شوف يا جماعة نص ناقص 3 الواحد المقامات على اتنين في اتنين واحد ناقص 3 ثلاثة باتنين ستة واحد نقص ستة سالب خمسة على اتنين اذا نص نقص 3 سالب خمسة على اتنين باء سالب خمسة على اتنين باء تساوي نص ناقص 13 احلى الارقام حلوة نص ناقص 13 هنوحد المقامات برضو على اتنين في اتنين اتنين بطلطة ستة وعشرين واحد ماقص ستة وعشرين سالب خمسة وعشرين على اتنين ها اذا سالب خمسة وعشرين على اتنين اللي هو الجاهاي السالب هتروح مع السالب خمسة على اتنين كيف اخلص منها اضرب باتنين على خمسة باتنين باتنين على خمسة هتروح من هون هيطلع عندك باء تساوي اه خمسة واتنين مع اتنين خمسة وعشرين مع خمسة هتطلع خمسة والله طلعت محترمة طلعت بقى خمسة كويس طيب بدنا نطلع ألف ناخد صفر القز التاني سين نقص تلات هتطلع سين يساوي تلات حلو هاي اتنين بتلات ستة ستة نقص واحد خمسة خمسة ألف هاي يساوي تلات نقص تلاتتاش سالب عشرة على خمسة على خمسة ألف هتطلع ايش سالب اتنين اخدنا هون سين تلاتة يا جماعة اتنين بتلاتة ستة ستة نقص واحد خمسة خمسة ألف تلات نقص تلاتتاش سالب عشرة خمسة ألف ساوي سالب عشرة على خمسة على خمسة ألف ساوي سالب اتنين ماشي ازا نبقى خمسة والف سالب اتنين ألف سالب اتنين وبقى وبقى خمسة اه ازا اه غلطت انا يا جماعة وانا بجمع بطرح وهيك وحطت ارقام غلط سامحوني يعني انتو زبطوها من عندك يعني مش ما بيننا الارقام هاي طب ماشي يا استاذ خلاص هون الثابت معامل سين واحد خلاص سالب اتنين تطلع سالب اتنين لغة رتم سين ناقص تلات وهون ها طب عندي خمسة وفي اتنين اه تصر خمسة على اتنين خمسة على معامل سين خمسة على اتنين لغة رتم اتنين سين ناقص واحد اتنين سين ناقص واحد وفي الاخر ايش زائد زائد جين سؤال اربعة كان سؤال اربعة يا استاذ غلبنا في التحليل ما غلبناش ولا اشي وغلبنا في حساب القيم ما غلبناش ولا اشي يا جماعة عادي بسيطة مش مشكلة بتهون يا جماعة هاي تلات وهاي مين وهاي اربعة اسمحوا لي الان اخد خمسة هاي قدام كل حاب ياخد سكرين شوت اشي سكرين شوت حاب اه وقف ويكتب اه انتم احرار يعني هاي اربعة هاي تلات وهاي اربعة خلوني انا امحي واجيب سؤال رقم خمسة صليتوا عنا بيا جماعة هم سؤال رقم خمسة شايفينو خمسة اه عادي استاذ سؤال عادي نفس فكرة اه خمسة نفس فكرة اربعة وثلاثة واثنين واحد ونفس طريقة الحل ونفس كل اشي اللهم في طاويد بس سؤال خمسة يا جماعة في طاويد في طاويد يعني انتم ممكن تحلوا لحالكو الان اه فكرة ممكن تحلوا خمسة لحالكو وستة لحالكو سبعة لحالكو سهلات جدا بس خلينا يلا نحل مع بعض طبعا انا عندي البس مالو خطي يا استاذ حلو هذا خطي والمقام تربيعي طيب معناته هنجزئ في تحليل هون خلنا نكتب تكامل هايها من اثنين لاربع هايصير عندي هاي كسر وهاي زائد كسر وهاي احلى دلسين هاي عبارة اربعية يا سلام عبارة اربعية يلا ديش بنحكي عبارة تربعية سين سين شرق ولا زي ما هي موجب موجب مع سالب سالب واللي اتنين اتنين بواحد الفرق بينوا واحترام لي كبير بس ضل اعرف لي مين الف واعرف لي ايش واعرف لي باع اعرف لي الف وباع حاضر هروح اجنب اجزئ ماشي تعال اربع سين مقص واحد هايها اربع سين مقص واحد على على ايش عسين تربيع زائد سين مقص اتنين اللي هي بتساوي الف الف عايش عسين زائد اتنين القص الاول زائد باع على سين مقص واحد زائد باع سين زائد اتنين صفر القص الاولاني سين نقص واحد واحد صفر القص هون سين يساوي واحد عوض لي واحد هون اربعة واحد اربعة اربعة نقص واحد هتصير تلات وعوض لي واحد هون واحد زائد اتنين تلات تلاتة باع يعني الباق هتساوي 1 طيب صفر القصة الثانية سين هتساوي سالب 2 هتعوض لسالب 2 هون 4 بسالب 2 سالب 8 سالب 8 سالب 1 سالب 9 سالب 2 سالب 1 سالب 3 ألف على سالب 3 على سالب 3 ألف هتساوي 3 هاي بقى غير ألف على فكرة عشان يعني اللي بيسأل ألف 3 وبقى 1 ألف 3 وبقى إيش وبقى 1 نحل السؤال نحل السؤال شو رأيكم نحل ها أستاذ نحل خلص 3 هاي 3 لغة رتم مطلق سين زائد 2 وهونها زائد لغة رتم مطلق سين نقص 1 وهونها وطبعا هات تكمل محدود من 2 لأربعة من 2 لأربعة خليل الثلاثة برة عوض اللي فوق أربعة زائد اتنين ستة هتصل لغة رتم ستة ناقص عوض اللي اتنين اتنين زائد اتنين أربعة هتصل لغة رتم لغة رتم أربعة زائد برضو قوس عوض اللي فوق أربعة نقص واحد ثلاث هتصل لغة رتم ثلاث ناقص عوض اللي تحت اتنين نقص واحد واحد هتصل لغة رتم لغة رتم ايش الواحد انتوا عارفين لغة رتم الواحد صفر لغة رتم الواحد يا جماعة صفر اذا بدكم يعني لغة رتم الواحد صفر فهتصير خليها زي ما هي او بتوزع التلات زي ما بدك مش عارف او بتقسم هدول مش هتفرق يعني اللي هي شغل اللغة رتمات هذا البسيط يعني لغة رتم 6 ناقص لغة رتم 4 ممكن تخليها هيك يعني اذا بتحب لغة رتم 6 على 4 6 على 4 اللي هي 3 على 2 وهون كمان في برة 3 زائد لغة رتم ايش لغة رتم 3 اذا بتحب او بتحب تخليها زي ما هي ما في اي مشكلة يعني الاشكال هاي جماعة اشكال للغة رتمات تستخدم فيها قوانين للغة رتمات ممكن عادة تضربها 3 لغة رتم 6 ناقص 3 لغة رتم 4 زائد لغة رتم 3 ما في مشكلة يعني هاي الجواب الجواب هاي 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 هيك الجواب بس لغة رتم الواحد اذا بدك تشيله بصير صفر مش هنختلف على الاشياء البسيطة البسيطة هاي بس خليك صاحي لها برضو هات سؤال رقم كام سؤال رقم 5 هاي قدامكم سؤال رقم 5 اذا في ايش جديد حاسين في ايش جديد يعني حكيت معلومات جديدة انا في السؤال هات بس عوض التعويض طيب اروح ااخد 6 6 و 7 هشرح 6 وهشرح 7 كمان ولا يهمكم اللهم صلع سيدنا محمد هاي سؤال رقم 6 زي ما حكينا سؤال 6 ما بيختلف عن 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1 نفس نفس الفكرة او نفس التفكير يلا بنحل لهم عندك البست 2 سين هذا يعتبر خطي والمقام هاي تربيعي خلينا نحللو يا جماعة اللي هو صار عندنا يا استاذ تكامل هاي من 1 ل 3 وصار عندي هون كسر زائد كمان كسر وهاي الدال سين هاي عبارة برضو تربعية هاي ننسرع شوي هون سين سين سالب موجب عددين حصل ضربهم اتناش والفرق بينهم اربعة ستة باتنين يا جماعة انتبهوا واشتروح تحط اربعة بثلات الفرق بينهم اربعة ستة باتنين طلع لنا الالف وطلع لنا الباء حاضر عندك هناك هات هات الاسود عندي اتنين سين هاي ها اتنين سين هلا سين تربيع ماقص اربعة سين ناقص اتناش هي بتساوي الف على القوص الاولاني سين ناقص ستة زائد باء على القوص التاني اللي هو سين زائد اتنين حكينا لو عكسنا القوصين هدول ما في اي مشكلة البسط عندك هون اتنين اتنين سين يساوي الف سين زائد اتنين الف بسين زائد اتنين زائد باء بسين مواقص ستة صفر القوص الاول سين يساوي سالب اتنين عوض لسالب اتنين هون اتنين بسالب اتنين سالب اربعة عوض لسالب اتنين هون سالب اتنين سالب ستة سالب تمانية باء مت هيألي باء هتطلع تسوي ايش نص طيب صفر القوص التاني سين يساوي ستة ستة زائد اتنين تمانية تمانية الف انا بنعوض ستة اتنين بستة اتناش الف هتساوي اتناش ع تمانية ع اربعة ع اربعة تلاتة تلاتة ع اتنين هيجيبتلك الالف والباء روح اكتبهم هناك الالف تلاتة على اتنين والباء نص تلاتة على اتنين والباء نص وهيصير مباشرة تلاتة على تنين معامل سين واحد معناته تلاتة على تنين لغة رتم المقام سين ناقص ستة من من واحد لتلات وعندك هون الها زائد برضو معامل سين واحد معناته نص لغة رتم سين زائد اتنين وهون الها وهذا برضو ايش من واحد من واحد لتلات. هنبلش انا عوض خلي 3 على 2 هاي برا عوض للتلات 3 نقص 6 سالب 3 وفي مطلق بصير 3 يعني لغارتم الثلات ناقص عوض الواحد 1 نقص 6 سالب 5 إذن 5 وهون زائد هاي النص عوض يلا 3 3 زائد 2 5 يعني لغارتم الخمسة ناقص عوض الواحد لغارتم الثلات هيك التعويض 100 بالمية حابين نجمع حابين نجمع يا جماعة ماشي بنجمع ليش لا انا شايفي هون لغارتم 3 نقص لغارتم 5 لغارتم 5 نقص لغارتم 3 لو أخدنا هون سالب عام المشترك حاضر طبعا هيك الجواب خلاص بس نعمل شوية حركات يعني ما في مشكلة خلينا هيك نعمل حركات هاي 3 على 2 لغارتم الثلات ناقص لغارتم الخمسة هون هناخد سالب عام المشترك هتصير سالب نص ولغارتم 3 ناقص لغارتم 5 ها لغارتم 3 ناقص لغارتم الخمسة ها صارت لغارتم 3 ناقص لغارتم 5 لغارتم 3 ناقص لغارتم 5 تلاتة على اتنين ناقص نص. تلاتة على اتنين اللي هي واحد ونص. طبعا تلات ناقص واحد اتنين. اتنين على اتنين. اللي هي واحد. يعني هتصي اللغة رتم. تلات. ناقص لغة رتم ايش? لغة رتم الخمسة. ولو حبيت تخليها لغة رتم تلاتة على خمسة بيصير كمان. اه يلا روحوا. كيفوا? يلا. هاي زبطنا لكم اياها. وعملنا عليها شوية شوية حركات. يعني حلوة الحركات هاي. هدا سؤال رقم كام? سؤال رقم ستة يقدامكم. برضو اه يعني سؤال سهل وزريف وجميل. صليت عن نبي يا جماعة. اللهم صلحة سنة محمد. ها سبعة. يلا يا استاذ سبعة شايفين في مطلق. في مطلق. يلا ناخد سبعة. يلا. يعني اسمحوا لي امحي. واجهز لكم سبعة عشان ايش مضيع ايش. وقتكو. وانا امحي في اللوح. اللهم صلحة سنة محمد. هيا لسؤال سبعة. اللي جديد فيه. شغلة المطلق هاي. والمطلق شغلة مش جديدة يعني. شفت المطلق هتعمل اعادة تعريف. طيب. مطلق اعادة تعريف. واحد ماقص سين على خط الاعداد. هتعطيني واحد. الجاه هاي الاشارة سالب. اللي هي نفس اشارة سين. والجاه هاي موجب. طب استاذ احنا عنا التكامل من سالب واحد لواحد. من سالب واحد. من سالب واحد لواحد. عنا التكامل من وين يا جماعة? من سالب واحد لواحد. من سالب واحد لواحد. الاشارة ما لها? موجبة. يعني موجبة. هتظلها واحد ناقص صين زي ما هي. هنشيل بس المطلق. هاي سير عندك تكامل. من سالب واحد لواحد. عندك واحد ناقص صين زي ما هي. وتحت صين تربيع ناقص خمسة صين زائد ستة دلسي. خلاص. عملنا عادة التعريف للمطلق. هيتخلصنا من المطلق. من سالب واحد لواحد. من سالب واحد لواحد. الاشارة موجبة. فهتروح اشارة المطلق وتضل عندك واحد ايش? واحد ناقص صين. طب خلاص هيك انتهت القصة. اللي فوق خطي. واللي تحت ايش? تربيعي. معناته نجزق. هصير عندك من سالب واحد لواحد. وهي هيك كسر. زائد تكسر. وهي الدال سين. هاي عبارة تربعية برضو. اللي هي سين سين. سالب سالب. والستة تصير تلاتة باتنين. لان مجموع العددين لازم يكون ايش? خمس. بس اعرف الالف واعرف لي البا. اعرف لي الالف واعرف للبا. هنروح نجزق هون. واحد ناقص صين. كالمعتاد. واحد ناقص صين. على المقام. اللي هو سين تربيع ناقص خمسة سين زائد ستة. الف على القص الاول سين ناقص تلاتة. زائد على القص التاني سين ناقص اتنين. معناته واحد ناقص صين. يساوي الف بسين ناقص اتنين. الف بسين ناقص اتنين. زائد بسين ناقص تلاتة. صفر القص الاول سين يساوي اتنين. عوض للتنين. واحد ناقص اتنين سالب واحد. عوض للتنين. اتنين ناقص تلاتة سالب واحد بق. سالب بق يعني. يعني بق هتطلع واحد. صفر القص هات. سين يساوي تلاتة. واحد ناقص تلات سالب اتنين. تساوي. تلات ناقص اتنين واحد. تلاتة ناقص اتنين واحد. يعني الف. فتطلع الف تسوي ايش? سالب اتنين. معناته الف سالب اتنين. اكد منها شوية. عالسريع. سين نقص اتنين سينه ساوي اتنين. اتنين نقص تلات سالب باق. واحد نقص اتنين سالب واحد. سالب باق سالب واحد. باق تساوي واحد. القص التاني تلات. واحد نقص تلات سالب اتنين. تلات نقص اتنين واحد الف. يعني الف تساوي سالب اتنين وبق واحد يبقى هون سالب اتنين والبق عندك كام واحد خلاص لغاريتم طبعا هتنزل السالب اتنين ونحط اللغاريتم لسين ناقص تلات وعندك هون ها من سالب واحد لواحد زائد هون برضو لغاريتم وعندك مطلق سين ناقص اتنين وهي الهاء ومن سالب واحد لواحد خليلي السالب اتنين برة افتح قوس عوض واحد ناقص تلات سالب اتنين وفيه مطلق بتصير اتنين يعني لغاريتم اللي اتنين وهون ناقص عوض سالب واحد سالب تلات سالب اربعة صارت اربعة طبعا لانه فيه مطلق وهون زائد برضو افتح اقواس عوض اللي فوق واحد ناقص اتنين سالب واحد ومطلق بتصير واحد يعني لغاريتم الواحد وهون ناقص سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة في مطلق بتصير تلات لغارتم التلات طبعا لغارتم الواحد ما هو صفر فصار عندي هون سالب لغارتم التلات ازا بدك سالب اتنين لغارتم اتنين نعوز على السالب هاي السالب مع السالب هتصير موجب يعني هتصير اتنين لغارتم الاربعة ناقص اتنين لغارتم الاتنين وبعدين ناقص لغة رتم ايش? لغة رتم التلاتة. ماشي يا جماعة. سهلة هاي? سهلة يا استاذ. فيش فيها اي مشكلة. والتوزيع شغلة التوزيع هاي مش 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 مشكلة برضو. وهي هاي الجواب. التعويض. يعني سؤال هاد بس كان عندي شغلة المطلق هاي. المطلق. اه خلصنا خلصنا منها. ماشي ولا ايش? هم? شو رايكو? مستشو رايك نان نلعب شوية عند اللغرتمات هاي نزبط امورنا. الحاضر. شو بتكو? شو بتكو اعمل? شو رايك تاخد اتنين عامل مشترك? احنا كنا ماخدينها عامل مشترك ووزعنا. لأ احنا جزدنا ايش تاني. بتصير اتنين عامل مشترك. هتصير لغة 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 رتم الاربع ناقص لغة رتم اللي هتصير قسمة لغة رتم اربعة تقسيم اتنين هتصير اتنين. ناقص لغة رتم ايش? لغة رتم التلات. والله كويس. شو رايكو استاز تجيب الاتنين هاي يقصر هون? اه اتنين اتنين اربعة. بتصير لغة رتم. اه والله اربعة. ماشي. ناقص لغة رتم التلات. ايش هاي استاز? تسلعي ولا ايش? اه تسلعي والله. فضاوة. طب ناقص استاز ممكن تصير لغة رتم اربعة تلات. اه بتصير لغة رتم اربعة تلات. هاي. تسلعي تسلعي يا جماعة تسلعي هيك يعني تسلعي. طب يا استاز الله يسمحك تسلعي ايش? ناقصين? ماشي. ماشي ماشي. هاي خلصنا المجموعة هاي السبعة هدول. اسمحوا لي الان اكتب لي ايش? مجموعة. مجموعة جديدة. بس اهمي شي ايش? اهمي شي ايش? اهمي شي تصلوا على النبي. اللهم صلع على سيدنا محمد. اللهم صلع سيدنا محمد. لسه احنا مع التكامل بالكسور الجزئية. واجينا للمجموعة الجديدة هاي. تمانية تسعة عشرة احداش اتناش. في المجموعة هاي لو بدأنا بسؤال رقم تمانية. وطبعا تسعة عشرة احداش اتناش. ان شاء الله بيكونوا نفس نفس الفكرة. فسؤال رقم تمانية. لاحظوا يا جماعة. عندي الان البسط كثير حدود. والمقام كثير حدود. البسط من الدرجة التانية والمقام من الدرجة التانية. طيب. اذا نكتب لنا ملاحظة هون. اه. البسط طبعا البسط او درجة. البسط. درجة البسط. يعني البسط من الدرجة التانية. البسط ايش يا جماعة? من الدرجة التانية. والمقام من الدرجة التانية. اذا كانت درجة البسط اكبر من. ها. هلنا نحط اكبر من. او تساوي. ها. درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام طبعا إيش؟ طبعا كثير حدود وكثير حدود كثير حدود وكثير حدود ودرجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام هون راح نعمل قسمة طويلة قسمة إيش أستاذ؟ قسمة طويلة يا جماعة وآس يعني الناس بتقول إيه قسمة طويلة ما بنحبهاش؟ لا هس بسوي لك إيه هس من رجعها مع بعض وأحلى ما يكون القسمة طويلة إذا متى تعمل قسمة طويلة إذا كانت درجة البسط بتساوي درجة المقام أو أكبر منها طبعا إذا كان درجة البسط أكبر من درجة المقام برضو هنعمل قسمة طويلة وإذا كانت درجة البسط بتساوي درجة المقام برضو هنعمل قسمة طويلة طب يا أستاذ قسمة طويلة كب بنعملها القسمة الطويلة يا جماعة يا سلام ولا أظرف منها يا جماعة هنعمل قسمة طويلة كالتالي ها شوفوا القسمة طويلة وين سويها نعني الدنيا حاضر هاي اللوح كله لك يا أستاذة عحسابك ماشي الله أرضى عنكم 2 سين تربيع زائد 3 2 سين تربيع زائد 3 وعندك المقام تربيع ناقصين. القسمة الطويلة يا حبايبي تلات تلات خطوات. تلات خطوات. ايش هما? قسم واحد. شوفها. قسم. اتنين. اضرب. تلات. اعكس. الاشارة. طبعا اكيد. شو عكس ايش? وجمع. اعكس الاشارة وايش? وجمع. طب يستس كيف? اول ايش قسم. اتنين سين تربيع. تقسيم سين تربيع. اتنين سين تربيع. تقسيم سين تربيع. تعطيك اتنين. فوق. اتنين سين تربيع. تقسيم سين تربيع. اتنين. هيقسم. طب اضرب. خد اللي اتنين. رد اضربها. بس هتضربها مع دول كلاتهم. اتنين بسين تربيع. هتعطيك اتنين سين تربيع. طبعا نفس الاول يعني. واتنين ضرب سالب سين. سالب اتنين سين هاي اضرب اضرب الاتنين مع هدول الحدين طيب يبقى قسم اضرب اعكس الاشارة هاي بتصر سالب هاي بتصر موجب جمع حاضر طبعا الاول دايما هيروح مع الاول صار عندي اتنين سين هتنزل اولا طبعا وبعدين زاد ايش زاد ثلاث عيد نفس الخطوات قسم اتنين سين تقسيم سين تربع لا وقف هاي درجتها واحد وهي درجتها اتنين ما بينفع نقسم الان وقف احنا بنقسم ازا كانت الدرجة اكبر او متساوية اكبر او متساوية طب يا استاذ اللي بيطلع فوق هادا يا جماعة اسمه خارج القسمة خلنا نحكي الناتج خارج القسمة او الناتج الناتج طب واللي تحت هاد اسمه ايش الباقي ها الباقي معنات الكسر هاد شكله رح يكون كالتالي اله قاعدة طبعا اله قاعدة شو القاعدة يا استاذ القاعدة يا جماعة كالتالي الناتج زائد دايما زائد الباقي على على المقسوم عليه على المقام نفسه على المقام على نفسه مين على نفس المقام وطبعا ايش دلسين هاي قاعدة يا جماع هاي قاعدة بعد ما نقسم يعني يا استاذ قصدك ان هذا رح يصير هيك تكامل الناتج يعني خارج القسمة اللي هو اتنين اتنين زائد الباقي وين الباقي اللي هو تحت اتنين سين زائد ثلاث على المقام نفسه اللي هو سين تربيع ناقص سين دلسين هاد بعد ايش بعد القسمة الطويلة هاد الكلام يا جماعة بعد القسمة الطويلة ها دل دلسين هاد كله ايش بعد القسمة الطويلة يا استاذ استنوا شوية هنقسب اللوحيك هنأعتبر هذا الهامش هذا الهامش تبعنا اذا القسمة الطويلة كمان مرة يا جماعة القسمة الطويلة اذا كانت درجة الباست تساوي درجة المقام او اكبر منها هعمل قسمة طويلة هاخد اتنين سين تربيع زائد ثلاثة اقسمها لهاي القسمة الطويلة اضرب اعكس الاشارة و جمع متى بوقف القسمة الطويلة لما تكون الدرجة هون اصغر من الدرجة هون طيب هادا يستاذ عطته يصير الناتج اللي هو اللي فوق اللي هو خارج القسمة يعني انين زائد الباقي اللي هو تحت على نفس المقام الأولان اللي كنا نقسم عليه المقام اللي هو المقصوم عليه صارت هاي الآن مسألة جديدة صارت هاي مسألة جديدة اللي اتنين خلص أستاذ معروف اللي اتنين تكاملها اتنين سين طب وهاد رجعنا للمسائل الجديمة شو المسائل الجديمة اللي فوق خطي خطي درجة أولى طب واللي تحت تربيعي آه خطي وتربيعي جزء الكسر خطي وتربيع رجعنا للمسائل الأولانية جزء الكسر جصدك يعني يا أستاذ انه هاد السؤال ضفنا فيه خطوة إضافية آه هاي خطوة إضافية رجعنا الآن للمسائل اللي فاتت رجعنا للمسائل اللي فاتت ها فهينزل التكامل اللي اتنين ملناش فيها خلص هاي اللي اتنين زائد هنجزء هذا الكسر كالمعتاد هنحط كسر زائد كسر وهي الده السين السين تربيع ناقص سين هذا عامل مشترك المفروض ان هي سين عامل مشترك وهيضل عندي سين ناقص واحد فهون هيصير هون سين وهون سين ناقص واحد بدنا نعرف كالمعتاد بدنا نعرف ألف وبدنا نعرف باء طيب ماشي روح جزء شو عندك هون اتنين سين زائد ثلاث على على سين تربيع ناقص سين اللي هي هتصير ألف على القوس الأول قوس الأول سين زائد دايما زائد باء على القوس التاني القوس التاني ايش سين ناقص واحد البسط اتنين سين زائد ثلاث يساوي ألف ضرب سين ناقص واحد ألف بسين ناقص واحد زائد باء بسين باء بسين خد صفر القس هذا. سين ناقص واحد. شو صفر القس هذا ؟ سين ساوي واحد. باتعوض لسينة بواحد. اتنين بواحد اتنين زائل تلات خمسة. خمسة تساوي. احنا بنعوض سينة بواحد. بقي بواحد باق. طلعت باقي يساوي خمسة. جميل. خد صفر هادي. طب مه هذا يا استاذ بس من السين. عادي صفره. انه سين يساوي صفر. طيب اتنين بصفر صفر. صفر نقص واحد سالب واحد. بالف سالب الف. سالب الف ساوي ثلاث. الف تساوي سالب ثلاث. يلا روح للسؤال. الف سالب ثلاث. وباء. وباء خمس. تمام. تمت المهمة بنجاح. تكامل الاتنين. اتنين سين. وهون سالب ثلاثة عسين. اللي هي تصير سالب ثلاث لغرتم سين. وهون خمسة عسين نقص واحد. ازن خمسة لغرتم سين ناقص واحد. وايش يا حبايبي زائد زائد جي. بس. نفس الاسئلة اللي فاتت يا استاذ. اللهم خطوة وحده اللي هي القسمة الطويلة. يبقى هذا السؤال نحل لك التالي. رقم واحد. الخطوة الاولى كانت قسمة طويلة. ولو حكيت لك ليش قسمة طويلة? هتقول لي يا استاذ لان درجة البسط تساوي درجة المقام. طيب درجة البسط تساوي درجة المقام. هاي هي الحالة الوحيدة اللي هنعمل فيها قسمة طويلة? لا يا استاذ. لو كانت درجة البسط برضو اكبر من درجة المقام هنعمل قسمة طويلة. وبعض القسمة الطويلة في هذا السؤال شو عملنا? خلاص عملنا جزء الكاسب. جزء ايش? الكاسب. ماشي? يبقى عملنا قسمة طويلة وجزءنا الكسر? كتبت القاعدة هاي اللي هو هاد بعد القسمة الطويلة هاي بيطلع هيك. الناتج زائد الباقي على المقام. الناتج او خارج القسمة اللي هو فوق زائد الباقي اللي هو بيطلع في الاخر على المقام على المقام نفسه. اتنين هاي خلاص عرفنا تكاملها ملاكش فيها سيبك منها بس بتروح لي على الكسر هاد بتجزءه وبعدين بتكامل. ماشي السؤال هاد? هاي اول سؤال في المجموعة في المجموعة الجديدة. ايش رأيكم? نكمل? نكمل يا استاذ. هاي تمانية خد تسعة. هاي السؤال قدامكو. سيبلكو اياه. خلوني انا ايش اروح ازبط الامور. امحي كليات هاد واكتب رقم تسعة. توكلها الله. الله مصلح سنة محمد. سؤال رقم تسعة. انا كتبت السؤال. خليت القاعدة هاي زي ما هي. خليت الكلام هاد زي ما هو. خليت الهامش. وخليت الكلام هاد زي ما هو. يلا نطبق وانا حكتلكو. سؤال تسعة وسؤال عشرة واحداش واتناش متهيأ لي كلاتهم نفس الفكرة. صحيح يعني. تمانية تسعة عشرة احداش اتناش كلاتهم نفس الفكرة يا جمعة. خلاص. كلاتهم نفس الفكرة. يعني بس حل ايش? حل اسئلة. طب هات يا استاذ. عندك سين تربيع. زائد سين زائد خمس. وسين تربيع زائد سين. درجة البسط اتنين. لان اكبر اشي اتنين. ودرجة المقام اتنين. لان اكبر اشي اتنين. قوة اتنين. درجة البسط تساوي درجة المقام. ازا كانت درجة البسط بتساوي درجة المقام. شو هعمل يا جماعة? قسمة طويلة يا استاذ. حاضر. قسمة طويلة يا استاذ. يلا. قسمة طويلة. نعمل هيك. نعمل هيك. عندي سين تربيع. زائد سين. زائد خمسة. وتحت عندي سين تربيع زائد سين. طبعا هذا بيكون مرتب. يعني سين تربيع بعدين سين وبعدين الخمسة سين تربيع. اهم اشي اكبر اشي قدام. اكبر اشي في الاول. اكبر اشي في الاول يا جماعة. اهم اشي. اكبر اشي في الاول. طيب يا استاذ. يلا قسم. رقم واحد قسم. سين تربيع تقسيم سين تربيع واحد. طب واحد لما تضربه اعطيك نفس الشيء. سين تربيع زائد سين. تمام اعكس الاشارة سالب سالب. هتروح الاولى مع الاولى. طب ما زائد سين وسالب سين برضا هي روح يا استاذ. هيضل عندي مين? خمس. آه خمس. طب خمس هينفعت تقسم مع سين تربيع? لا. خلاص انتهى الموضوع. بس هيك والله هي اه. كتير طلعت سريعة هاي. سين تربيع تقسم سين تربيع واحد واحد سين تربيع زائد سين. سين تربيع زائد سين. راحة سين تربيع زائد سين مع سين تربيع زائد سين. واندي الخامس بس. طب حلو الان ما تخربطش يا حلو يا محترم يا جميل ما تخربط شو ما أخربط شو القاعدة الناتج الناتج وين بيكون الناتج بيكون فوق ها الناتج اللي بيكون فوق اللي هو الواحد تمام واحد يا أستاذ زائد الباقي الباقي وين اللي بيكون تحت الباقي بيكون تحت اللي هو الخمس على المقام نفسه عسين تربيع زائد سين وهون ايش دال دالسين الواحد خلاص خلصنا منه عرفنا عرفنا تكامله تكامله بيعطيني سين هذا ثابت ايوه واللي تحت تربيعي اللي هو المفروض ناخد سين عام المشترك بيضل عندك سين زائد واحد اذا هون جزء جزء يا حبيبي جزء طيب ماشي هيصر عندي تكامل الواحد خلاص زائد كسر زائد كمان كسر وهي دالسين عندك هون سين وهون سين زائد واحد التجزيء اسود اسود ماشي خلنا ماشيين على الترتيب جزء عندك خمسة خمسة على سين تربيع زائد سين اللي هي بتساوي الف على القوس الاول سين زائد با القوس التاني سين زائد واحد يعني الخمسة هتساوي الف بسين زائد واحد الف بسين زائد واحد زائد با بسين با بسين صفر القص هاد اللي هو سين يساوي سالب واحد معي جماعة معك يا استاذ خمسة عوض لسين سالب واحد سالب واحد بباء سالب باء معناته باء هتساوي سالب خمسة باء سالب خمسة يا استاذ حاضر هاي باء سالب خمسة طيب باء سين شو صفر القص هاد صفر هتعوض لسين بصفر معناته خمسة. هتساوي. عندك سين صفر. صفر زائد واحد واحد. واحد بألف ألف. معنى التألف تساوي خمسة يا أستاذ. ألف تساوي خمسة يا أستاذ. خلاص هيك. الواحد. تكامل الواحد. الواحد تكامله سين. طب خمسة على سين. خمسة لغرتم سين. طب صالب خمسة على سين زائد واحد. اغصر صالب خمسة لغة رتم سين زائد واحد. واحلى زائد جيم لعيونكم. ماشي هيك السؤال? سهل? برضو قسمة طويلة وبعدين جزائت الكسر. سؤال رقم سؤال رقم تسعة. ها? اللي بعديه عشرة. عشرة شو بيختلف? فيه تعويض? عادي فيه تعويض فيه تعويض. ماشي. بكتب لكم عشرة. هاي قدامكم تسعة. انا بروح بمحي اللوح وبزبط وبكتب هذا سؤال رقم عشرة. عشان شغلة المحي والكتاب بتاخد منها وجد? لا بنوفر نوفر وجد عليكم انتو طبعا. اللهم صلى سيدنا محمد. سؤال رقم عشرة. سؤال رقم عشرة. طيب تعال يا استاذ سؤال رقم عشرة. شو? عندي سين تكعيب زائد سين عسين نقص واحد. درجة البسط تلات ودرجة المقام ايش? واحد. لا هي بدأ قسمة طويلة مية بالمية. درجة البسط اكبر من درجة المقام. طيب بلش لي في القسمة الطويلة اللي يرضى عنك? هيك. سين تكعيب زائد سين. وعندك تقسيم سين نقص واحد. يلا قسم. سين تكعيب تقسيم سين. سين تربيع. سين تربيع ضرب سين. هتغطيني سين تكعيب. اكيد زي الاولى. وسين تربيع ضرب سالب واحد. سالب سين تربيع. لا تنسى. اعكس الاشارة عشان هاي تروح مع هاي طبعا. هتصور سالب وهي هتصور موجب. الاول بيروح مع الاول. بتنزل سين تربيع اولا. وبعدين زايت سين. كرر. لانو سين تربيع اكبر. بدرجتها اكبر من السين. سين تربيع تقسيم سين. هتغطيني سين. طيب سين ضرب سين هتغطيك سين تربيع. وسين ضرب سالب واحد. هتغطيك سالب سين. اعكس الاشارة عشان هاي تروح مع هاي وهي تصير موجب. هاي مع هاي. سين زائد سين اتنين سين. اتنين سين تقسم سين برضو اتنين. اتنين ضرب سين اتنين سين. اتنين ضرب سالب واحد سالب اتنين. اعكس الاشارة هاي هتصير موجب. هاي بتروح مع هاي بيضل عندي اتنين اتنين ما ينفعش تتقسم مع سين لان درجتها اقل. ازا هون صار عندي اللي فوق اللي والناتج. سين تربيع زائد سين زائد اتنين. كتير. سين تربيع زائد سين زائد اتنين. زائد الباقي اللي هو تحت اللي هو اتنين على المقام سين نقص واحد. ده السين. خلاص. هايها جزء. لا. هاي ما فيش فاة تجزئة او استزعي جاهزة. اتنين على سين نقص واحد. اصلا المقام درجة اولى. خلاص. بدوش تجزئة هذا. الامور جازة مية بالمية. طب الحمد لله. السين تربيع. سين تكعيب على تلات. زائد سين تربيع على اتنين. زائد اتنين سين. هاي اتنين ومعامل سين واحد معناته اتنين لغرتين. سين ناقص واحد زائد اج. ايبه هذا فيش في تجزئة. لانه هذا خلاص سين ناقص واحد هذا خطي. سين ناقص واحد هذا خطي فيش تجزئة. اذا هادا قسمة طويلة والجواب عطول. لا محترم محترم جدا سؤال رقم ايش؟ سؤال رقم عشرة عن جد والله انه سؤال محترم جدا. موقع حصص انلاين نضع العلم بين يديك.